اشتركوا في القناة قبل ما ابدأ الكابسولة يا جماعة عندي تعقيب بسيط على القراقبة الملاعين اللي دايما يقولوا اني انا واحد من المدافعين عن المملكة المغربية الشريفة واقول لكم ايها الملاعين ان المملكة المغربية الشريفة ليست في حاجة لا لي ولا لغيري لكي يدافع عنها مش محتاجة حد يدافع عنها دفعت عن نفسها وشعبها العظيم دافع عن نفسه الاف السنين فمش محتاجين احنا لا ندافع عن المملكة المغربية بل المملكة المغربية ملكا كبير يدافع عنها وحكومة وشعبا عظيم يدافع عنها ونحن لا ندافع عن المملكة المغربية وانما انا عن نفسي انا اقول كلمة الحق وفقط وكلمة الحق اللي وجعكه اوي واللي ما بتنينكوش وهي ان الصحراء مغربية والمغرب الشريف يمتلك تلك الصحراء دون منازع تاريخا وحاضرا ومستقبلا المملكة الشريفة لا تحتاج لمن يدافع عنها وانما نحن جنود لنقول كلمة الحق وفقط الاعلام القرقوبي لا يخرب بيوتهم والمراسلين القراقبة بدأوا الطبل والزمر ويعني كل حاجة بمناسبة قرب زيارة وزيرة رئيسة وزراء فرنسا رئيسة وزراء فرنسا اليزابيث بورن اعلنت انها هتزور دويلة الجزائر يوم تسعة وعشرة من اكتوبر الجاري طبعا بالنسبة لهم فرحة واملة كبيرة قوي ويعني عمالين بقى مش مبطلين وقالت ان ده لعقد اللجنة الحكومية رفعة المستوى الفرنسية القرقوبية وده حسب ما قالت او اعلنت باريس ووصفت باريس وصفت ان هذه الزيارة مهمة سياسيا واقتصادية بتحت التقي بورن رئيسة حكومة فرنسا بالقفة عبد ايمن عبد الرحمن الوزير الاول بتاعهم احد القفة في الملعين وبيقولوا انه بهدف تثبيت الشراكة التي اتفق عليها ماكرون مع عبد المجيد القفة اثناء زيارة ماكرون لدويلة القرقوبية في نهاية اغسطس اللي فات فيه هناك النائب البرلماني اللي بيمثل الجالية القرقوبية قال اسمه عبد الوهاب يعقوبي عبد الوهاب يعقوبي ده قال ان الملفات الاقتصادية ستكون هي الاهم في تلك الزيارة منقشة الملفات الاقتصادية ما هو طبيعي ان ده هيكون هو الاهم لان هي جايلكوا عشان ترسخ الكلام اللي قالوا ماكرون عشان حصتهم من الغاز تزيد وقلنا لكم انهم بدمزكوا او غصبة عنكوا هياخدوا الغاز اللي هم عاوزينه بس هم واخدينكوا على قد عقلوكو يا هبل يا هبل واخدينكوا على قد عقلوكو وعملين يلعبوكو بيغزلوكو من بعيد لبعيد وانما في الاول وانهم عارفين حجم عقلوكو وعارفين حجم تفكيركو حفزنكو لانكم من اصلهم ومن نسلهم فحفزنكو يعني حفزنكو وعارفين يلعبوكو ازاي فهم بيلعبوكو ماكرون ييجي يقولكو كلمتين يضحك عليكم بيهم وتيجي وزير رئيسة الوزراء تكمل الفيلم الهندي اللي هيعملوه عليكم عشان الغاز يعني يعني لو انتم مش فاهمين كده يبقى عليه العوض ومنه العوض يعني وهو تقريبا هو فعلا عليه العوض ومنه العوض لان انتم ما بتفهموش اصلا المهم قال بقى اللي هو العقوبي ده عبدالوهاب العقوبي ده قال ان الملفات الاقتصادية هي اللي هتسيطر على النقاشات بين ايمن ابن عبدالرحمن القفة وبين اليزابيس بورن رئيسة حكومة فرنسا اكثر من باقي الملفات سواء كانت الامنية او التاريخية او وضع الجالية القرقوبية في فرنسا وقال كمان انه هيتم منقشة ملف في تشكيل اللجنة المشتركة الخاصة بالزاكرة والله مليك تاريخ والله مليك تاريخ انتم معدوم الاصل والهوية والتاريخ انتم لقطاء من كل من اصل اسباني ومن كل من اصل برتغالي ومن كل من اصل تركي ومن كل من اصل فرنسي انتم من كل فيلم اغنية اوعوا تتخيلوا ان انتم دولة بجد ولا ليك تاريخ ولا زاكرة ولا ضربين في عنق البطيخة زي ما بتقولوا والله العظيم القرقوبة الملاعين الذين يحكموكم يحكم الشعب الجزائري يغيبوكم انتم مغيبون انتم ولدت دولتكم دويلتكم لان ليس صغيرة ولدت عام 1962 قبل كده ما كانش ليكو حاجة ما كانش ليكو وجود وفرنسا عارفة كده كويس وبتلعبكم والله بيتلعبكم نكمل وهيناقش بقى تشكيل اللجنة المشتركة طب ما اللجنة ومشكله قبل كده وعملوا مشتركة وعملوا زاكرة وعملوا الجماجن مرمية هناك والناس بتتفرج عليها وفرنسا بتاخد عليها فلوس وكل حاجة مقفولة عليها ومش هتشوفه حاجة والله ما هتشوفه حاجة كنت فلحته في الخمسين سنة اللي فاته من 62 لحد النهاردة ولا الستين سنة كنت فلحته وجبته الزاكرة يعني مش ممكن والله مش ممكن مهم ماشي والذي ابدى فيه بصوا يعني عارفين يا جماعة قاعدين كده يشوفوا هو ديحك هو بيتكلم ولا كان مكشر ولا يعني عارفين والذي ابدى فيه الرئيس ماكرون شيئا من الليونة شيئا من الليونة يعني ايه ده ملف الزاكرة يعني ابدى فيه الرئيس ماكرون هو عندهم شيئا من الليونة يعني ايه الليونة يا اا يا لأ السياسة ما فيهاش الليونة السياسة فيها يا اا يا لأ يا اما نلعبكوا بقى زي مهما يعني يلعبوكوا زي مهما بيلعبوكوا كده والتعامل في هذا الملف أبدى فيه شيئا أبدى ماكرون شيئا من الليونة في التعامل مع هذا الملف وصفا العلاقة بين البلدين يعني بين فرنسا ودويلة الجزائر بأنها قصة حب يحنين ماكرون قال لهم العلاقة بين فرنسا ودويلة الجزائر قصة حب حلوة قوي قصة حب طبعا فرنسا الرجل والجزائر المرأة وعيشوا بقى قصة حب بكل ما فيها من تفاصيل تعاشت قصة الحب بكل ما فيها من تفاصيل 132 سنة قصة حب لكم أن تتخيلوا قصة حب عمرها 132 سنة وانتو اللي قلتوا على فكرة مش احنا وربنا يوفق الناس على بعضها مشيرا ده ماكرون بعد ما قال قصة حب مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل مراجعة الأرشيف والملفات التاريخية طب ضافروا الجهود خلوا ماكرون يضافر الجهود تضافروا كده هو اختراع هو اختراع هو اختراع أيها القراقبة الملاعين هي ملفات موجودة عندهم يا يدوها الكو يا ما يدوها الكوش هي افتكاسة يعني ولا ايه انتو مش بقول لك والله مغيبين ما علينا من دي بقى نشوف بقى القذر اللي اسمه محمد مسلم بتاع الشروق ده هذا المأجور الغبي نشر خبر بعنوان الشروق الكذبة تفها الفشلة الاعلام الفشل بتاعهم ده عموما الزبالة ده قال انه قبل ايام من زيارة الوزير الاول الفرنسي لدويلة الجزائر هل قررت باريس تغيير موقفها في القضية الصحراوية ايه يعني حتى لو قررت تغيير موقفها يا هبال انت ما هو انتو لو تفهموا ان فرنسا هي اساس الخراب الموجود في قارة افريقيا يا جماعة انا عاوز اقول لكم حاجة قارة افريقيا فيها 37% من احتياجات العالم لكل انواع المعادل وبالتالي وخصوصا اخدوا بالكو كمان هي مصدر من مصادر الماء العزب دلوقتي ازمة بقت ازمة مياه فدلوقتي الافريقيا الكل يتكلب عليها ومش من النهاردة ده من قبل كده فرنسا هي سبب الخراب الموجود في افريقيا بالكامل وخصوصا في منطقة شمال افريقيا والاخص منطقة غرب شمال افريقيا لان هي فرنسا مندمرت حلم المغرب الكبير واستخدمت دولة الجزائر كآداء في تدمير هذا الحلم لان زي ما قلتلكم الافتقار الى العقل بيود في داهية هم حاسين بالعظمة فرنسا زرعت فيهم كده ان انتو اللي تقودوا منطقة غرب افريقيا لكن هم اقل من انهم يقودوا نفسهم فازاي المغرب يبقى قادر على انه يقود من هنا بدأ الحقد وبدأت الكراهية وازاي المغرب يستقل لقبلهم وازاي تركيا العثمانين ما عرفوش يدخلوا المغرب ويحتلهم ربعمية ومش عارفوا كاموا 13 سنة ولو كام يعني كل دي تراكمات واحقاد اتبنت عندهم وبالتالي هم بقوا الزريعة القزرة في شمال افريقيا وخصوصا في منطقة غرب افريقيا ومن اهضروا حلم المغرب الكبير بسبب تلك الحماقات والاحقاد اللي مسيطرة عليهم ففرنسا هي سبب البلوي السود دلوقتي فرنسا بتعمل ايه بقى عاوزة تاخد الغاز وكميات تلعبهم في حكتين الزاكرة التاريخية بتاعتهم اللي ملاقاش اصل ولا لها بتاع ويمكن اللي عندهم زاكرة ولا عندهم هباب هناك بس بتلعبهم والقضية الصحراوية اللي عاملالهم يعني ارتكارية في نفوخهم بخليهم لو يعني هقول اي حمى واصابتهم عصابة البلوزاريو الارهابية دي هي حمى ودلوقتي هم بيسعوا انهم يتخلصوا منها عشان يودوها يعني يرموها بقى في الصحراء متخيلين انهم ممكن يرموا عصابة البلوزاريو في الصحراء المغربية ويتخلصوا منها انتوا زرعتوهم وهتلبسوهم بالهنة والشفاء عصابة البلوزاريو دي حلال عليكم انتوا اللي هتلبسوها والصحراء مغربية والمغرب في صحراءه والصحراء في مغربها وانتهى الكلام فالولد لاهبل داسو محمد مسلم ده بيقول ان هل غيرت فرنسا ما تغير يا عم جا تكنيلا عليكم على فرنسا ايه يعني ما تغير في تطور لافت لا يستبعد ان تكون دويلة الجزائر لها دور فيه ده هو اللي بيقول يعني برمجة فرنسا طرح قضية الصحراء الغربية الاسمها المغربية يهبل الصحراء مغربية يهبل في قمة الاتحاد من اجل المتوسط والتي كان من المفترض ان يتحتضنها مدينة اليكانت الاسبانية يوم الجمعة اللي فاتت دي اول امبارح بحضور العديد من القادة الاوروبيين والعرب وان هذا الخبر اكدته وكالة الانباء الاسبانية اي في اه تقريبا اي في وهو امر غير مألوف لانه لم يسبق ان علاجت هذه الهيئة المتوسطية القضية الصحراوية لتتعدي حكرا على الامم المتحدة والاتحاد الهبابي الافريقي جاء تكنيلي عليكم على الاتحاد الافريقي وعلى بوسيد وعلى المقربات يهبل اه بيقول ان فرنسا كانت عاوزة تعرض قضية القضية الصحراوية اه في اه اه قمة في قمة الاتحاد من اجل المتوسط ودي الاول مرة وان هذا الاجتماع لم يكن مدرج على اه جدوى الاعمال اه القضية الصحراوية وفرنسا مصرة انها تعرضها للنقاش ويعني هل ده يعتبر تغيير في موقف فرنسا اتجاه القضية الصحراوية خصوصا ان الموضوع هو يخص الامم المتحدة والاتحاد الهبابي بتاع بوسيد وبيقول كمان اتاجلت هذه القمة بسبب مرض اه رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز اه جاله كورونا ولسا في كورونا الغم ده فاتأجل الاجتماع اه ولكن اه بيقول ان هذا الموضوع طرح هيتم طرحه في الاجتماع يعني اللي اتأجل ده سيتم طرحه اه انفا يعني اه من حيث كنها القضية الصحراوية احد عوامل التأثير على الطاقة او على سوق الطاقة ولا سيام الغاز بالرغم من ان هذا الملف ليس مدرجا في اعمال تلك القم اه وبيقول كمان لابد اه ولان هذه القضية ادت الى تفجير ازمة بين دولة الجزائر واسبانيا مؤخرا فقد فرضت الجزائر عقوبات شاملة على مدريد يا اخو يا خاروبي ايه ده عقوبات شاملة على مدريد ايه 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 ده ده انتوا بتصدقوا نفسكم اه بيقولوا بقى يعني فرضت عقوبات على مدريد ومدريد لجأت للاتحاد الاوروبي اللي ما سعفهاش وقال لها انا ما ليش دعوة وسبها في مهب الريح امام عقوبات دولة القرقوبي اللي بهدلت اسبانيا بسبب تغيير موقفها من القضية الصحراوية ودعمها لمقترح الحكم الزاتي وتأييدها لمغربية الصحراء يعني هما بيحاولوا يقولوا يا فرنسا شوفوا احنا عملنا ايه في اسبانيا معينا كلها كذب وفاكرين ان فرنسا مش عارفة وفاكرين ان العالم مش عارف انتوا عملتوا ايه ده اسبانيا علمتكم الادب اسبانيا علمتكم الادب خلتكم جريت وراء ايطاليا وتنايلتوا على عينكم وايطاليا بتاخد الغاز منكم ببلاش ببلاش انتوا عشان معتمدين على اكل لحم الحمير فاكرين ان ايطاليا هتنضر عشان ما اخطوش منها البقر اللي بتاخدوه كل حمير زي ما انتوا عايزين ما ايه يعني تانيكم لما هتنهقوا قريب يعني ايه يعني عملتوا ايه الاسبانيا واسبانيا وقفت بتجيب الغاز من كل حتة وبتاخد منكم الغاز برضو ايه يعني قللتوا الحصة شوية ولا حاجة ملتزمين بعقد ورجلكوا على رقابتكم وهتدوها غاز وفرنسا رجلها على رقابتكم وهتاخد الغاز واي دولة في العالم رجزمتها على رأسكو وهتاخد الغاز برضو بالشروط اللي هي عايزها هو انتوا تملكوا غير كده واقول لكم من الاخر بقى تعترف فرنسا بالقضية بمغربية الصحراء او تعترف بالبلوزاريو او تعترف بالهباب موتوا بغيزكم الصحراء مغربية والاتحاد الاوروبي يعلم هذا ويؤيد هذا والامم المتحدة مش هتقدر تعمل حاجة ولا غير الامم المتحدة هتقدر تعمل حاجة ولا المتوسط بتاعكم ولا غير المتوسطي ولا الاتحاد الهبابي بتاع بوسيد لهبل الافريقي الاتحاد الافريقي ولا غير الاتحاد الافريقي ايام الحاجة الصحراء مغربية يعيش فيها مغاربة والنمو الاقتصادي فيها والتجاري فيها والزراعي والصناعي وكل شيء فيها تحت امرت المملكة المغربية الشريفة وخلص الكلام والله ما انا مكمل حتى الكلام اللي كتابوه جاتهم الارف ارفونا كل التحية والتقدير والاحترام لكم سعدت بكم وسعدت بوجودي معكم دعواتي بأن يشفي الله كل مريض يتألم ولا حرمنا أبدا من أحبابنا رب العالمين طبتم أينما كنتم وطبط أوقاتكم عاشت مصر وعاش المغرب ولا عاش من عادهما ولا خانهما ودائما وأبدا وما حييت أقول أن العروبة ليست دولة إنما العروبة وطن لمن يعي ويفهم ويعقل معنى كلمة وطن كل التحية والاحترام وأشوفكم في كابسولة جديدة ومش هتأخر عليكم وأفضل دايما أقول أن الصحراء مغربية رغم كيدة كل كائد وحقد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته